اشتركوا في القناة مسكين من يسعى ليجمع المال وينسى آخرة فيها الحر طال فالمرء في ظل الصدقات ما مال إذاعة القرآن الكريم من نبلس تقدم فقه المال لنميز الحلال من الحرام في معاملاتنا المالية مع الدكتور أيمن بدارين فقه المال برنامج أسبوعي يعده ويقدمه لكم الأستاذ عنان الشامي إلى من يجمع المال ويلقى فيه أموال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الفقهي فقه المال والذي يسرنا كثيرا أن نلقاكم به عبر الأثير الطيب أثير إذاعة القرآن الكريم من نبلس أيام الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة الخامسة عصرا على الهواء مباشرة وأرحب أيضا بمن يتابعنا عبر صفحة إذاعة القرآن الكريم على الفيسبوك من أي مكان في هذا العالم أعزائي المستمعين مرة أخرى برنامج فقه المال برنامج فقهي نتحرى من خلاله أحكام الشريعة الإسلامية في تعاملاتنا المالية اليومية راجين الله تعالى أن نكون من أهل محبته الذين يفقههم في دينهم ويعلمهم التأويل وإنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب في هذه الحلقة وفي كل الحلقات طبعا بضيف برنامجنا الدائم من خليل الرحمن فضيلة الدكتور أيمن البدارين رئيس قسم الفقه والتشريع في جامعة الخليل وعضو هيئة تدريس برنامج دكتوراء الفقه وأصوله المشترك والعضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية في مصرف الصفى الإسلامي السلام عليكم دكتور أيمن وحياك الله معنا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من نابلس وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ونحن أسعد حقيقة أن نتقي بكم وبالإخوة عبر هذا الأثير المبارك الطيب الرائد راديو إذاعة القرآن الكريم الله يبارك فيك يا رب ويكرمك دكتورنا طبعا مستمعين الكرام مرة أخرى أذكركم بموعد البرنامج يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة الخامسة عصرا على الهواء مباشرة كما يمكنكم أيضا الاستماع لحلقات الإعادة يوم الخميس عند الساعة الحادية عشرة ليلا وبكل حب واهتمام ندعوكم دوما لتكونوا شركاء معنا في صناعة المعرفة ونشرها وتعميمها من خلال التواصل بطرح الأسئلة من طرفكم حول الموضوعات التي نتناولها في برنامجنا وبرنامجكم فقه المال وذلك بالاتصال على أرقام هواتف الإذاعة 0-9-2-3-3-10-10 أو على جوال رقم 0-5-9-9-15-10-10 مرة أخرى 0-9-2-3-10-10 أو على جوال رقم 0-5-9-9-15-10-10 كما يمكنكم كتابة الأسئلة أو التعليقات أو الاستفسارات على شكل تعليق على فيديو البث المباشر لحلقة اليوم من برنامج فقه المال على صفحة إذاعة القرآن الكريم من نابلس على الفيسبوك اليوم أعزائنا المستمعين نكمل مشوارنا وضمن طبعا سلسلة موضوعات برنامج فقه المال نكمل الحديث في موضوع الصرافة أحكامها وما يتعلق بها من ضوابط يعني كان عنا حلقتين تحدثنا في كثير من الأمور والموضوعات وهذا الموضوع لا شك بأنه لا ينتهي مسائله دائما مستجدد مسائله دائما حاضرة الكل لديه أمثلة لديه حالات جديدة عن هذا الموضوع لكن إن شاء الله حسبنا أنه نحيط بمعظم ما يتعلق بهذا الموضوع والحالات والنماذج والأسئلة التي يهتم لها المواطنون والمسلمون والمستمعون الذين يتحروا دوما الحلال والحرام دكتور أيمن إحنا كنا يعني تحدثنا بتفصيلات وبعض الضوابط والشروط ودخلنا في بعض الحالات والنماذج وكان هناك استفسارات وأسئلة من المستمعين والمتابعين بدنا نكمل في بعض الأسئلة أيضا التي ترد ويعني تطرأ ويستمع إليها أو يتعرض لها بعض الإخوان في عملهم في الصرافة في سؤال من أحدهم في موضوع الصرافة يقول أن شخص قام بإعطاء الصراف أو الصريف كما يعرفه بعض الناس أعطاه شيكات مؤجلة يعني بعملة مثلا بالشكل أو بالدينار أو بالدولار لم يأتي تاريخها طبعا هي شيكات آجلة وأخذ مقابلها مال معدن يعني إحنا بنعرف أنه أجزاء العملة عندنا الصغيرة هي عبارة عن معدن سواء عشر شيكل أو خمسة شيكل أو تنين شيكل أو شيكل أو نصف شيكل إلى آخره هذه المعاملة وهذا الشكل من الصرف أو من التجارة أو ما نعرف كيف بدنا إحنا نخرجه فقهيا أو نكيفه هل هو جائز شرعا أم غير جائز دكتور أيمن؟ مرة أخرى شخص أعطى الصراف أو الصريف شيكات آجلة لم يأتي تاريخها وأخذ مقابلها مال معدن من فئات صغيرة وهي العشر شيكل والخمسة شيكل أو حتى الشيكل بفضل دكتورنا هذه طريقة بيستعملوها في بلادنا للتخلص من الفكة أو الفراطة بالتعمير العامي الفكة أو الفراطة بتتكون أحيانا في بعض الجهات زي مثلا الكنتين ما يسمى بالكنتين أو المحلات بيع السندوشات والموات الغذائية في المدارس أو في المستشفيات أو في بعض المؤسسات الحكومية اللي بيكون في إقبال كبير عليها أيضا في محطات البنزين في البلديات بتكون أحيانا مبالغ ضخمة يعني عشرات آلاف وأحيانا مئات الآلاف بفترات من هذه الفكة الصغيرة وهذه الفكة المشكلة أنه البنوك عندنا يعني سواء في الأردن أو في فلسطين أو في كثير من دول عالم تعتبر أنه هاي الفكة مشكلة عندها لأنه تحتاج إلى تخزين تحتاج إلى نقل وهذا النقل يعني مكلف لذلك بتقطع جزء من هذا المبلغ يعني أنا بسبعت لهم مثلا ألف دينار أردني فكة من أم نصف دينار عملة المعدنية مثلا برجعوا لي هم سعمية وسبعين دينار أردني يعني بيأخذوا ثلاثة بالمية من هذا المبلغ بيقتطوا حسب الدولة طبعا عندنا ثلاثة بالمية في بلادنا في دول أخرى قد يكون أقل قد يكون أكثر لكن بيقتطعوا جزء منها فهذا بيأدي إلى وجود إشكالية حقيقة شرعية وإشكالية اقتصادية إشكالية شرعية أنه بيعتبر حاله خسرت طبعا أنا مثلا الألف المائة ألف بدك تعطينيهم سبعة وتسعين ألف فخسرت ثلاثة ألاف كاملات هذه الإشكالية الأولى يعني مشكلة اقتصادية والأهم منها المشكلة الشرعية أنه عملية الصرف في العملة إذا اتحدت الأصل أن تكون سواء بسواء فالألف ترجع ليهم ألف لأنه عندي النوع الدينار دينار العملة سواء كانت ورقية أو معدنية أو غيرها تعتبر من نوع واحد وانختلفت فئاتها يعني هي جنس واحد وانختلف أنواعه لكن تبقى زي منحكي ذهب مصاغ أو ذهب غير مصاغ ذهب مثلا عشاكل دنانير ذهب ممكن يكون أحيانا ملمع لكن بالأخير وبالنتيجة ماله كله ذهب كله يعتبر ذهب بمثل جنس فالأصل أن تكون سواء بسواء وهذا غير موجود لذلك حتى ما يخسر كثير من التجار المال أو ما يقع في محذور شرعي من خلال العمل للبنوك الإسلامية وسبق أعطينا حل عبر حلقاتكم حل شرعي مثل هذه العملية لكن الآن بعض الناس بتتجه نحو إيه؟ نحو موضوع الصريفة نحو موضوع الصريفة إيش بيعمل؟ بيقول له مثلا المئة ألف هدولا أول شخص معين بعطيك إياهم مثلا بخذهم منك أنا وبعطيك شك نفس القيمة يعني أنا أخذت منك مثلا عشرة آلاف دينار فراطة بكتب لك شكة بعشر آلاف دينار فراطة عشرة آلاف دينار آسف نعم لكن بعد شهر بعد شهرين بدل ثلاثة شو الفكرة من وراها؟ الفكرة من وراها أنا أخذ لفراطة بتغلب فيها بس في المقابل بدي أسد بعد شهرين أو بعد ثلاثة بعد شهرين أو بعد ثلاثة فأنا بكوني استفدت فترة شهرين وثلاثة ممكن أمسكهم ممكن أتصرف فيهم فبكون أنا استفدت موضوع تشغيل هذا المال نعم وهذا إذا كان بنفس العملة يعني دينار بدينار دولار بدولار فهذا جاء الشرعان ويحمل على القرد يحمل تكيوف الفقه إنه قرد كيف يعني قرد؟ أنا الآن يا أخ عنان أقرطتك عشر آلاف أو ألف خلال ألف دينار ألف دينار فراطة متى تكسدني إياهم؟ تستدك يوم بعد شهرين أعطيني وثيقة بدين اللي هو الشك لأنه الشك عبارة عن سند بدين أعطيني شك بدين فيه توكيل وأمر لوكيلك له البنك بإعطاء المبلغ إلي من حسابك بعد شهرين تقوم بها الشك التعطينية فأصبح الشك هو بدل النقود اللي أنت أخذتها فهو عبارة عن قرد فأنا أقرطتك ألف دينار فراطة أو انتقر أقرطني ألف دينار سدّت قردك بألف دينار ماسك بعد شهرين وهذا الموضوع التصرف والمنفع لا بأس فيها شرعا ليه لا بأس فيها شرعا لأنه المقرد المقترد أو المقرد يملك المقترد النقود ملك كامل تام فأنت تملك النقود ويحق لك الانتفاع منها انتفاع كامل بإذن الله جل وعلا فإن قيل قائل طب ما هو قرد جرى نفعا يعني نفعني فأقول لك هذا النفع الذي جره نفع مباح لا إشكال فيه ولا بأس فيه لأنه ليس فيه زيادة يعني وين الإشكال يقول قرد جرى نفعا أي زيادة عن المبلغ المقرد لكن أنا حقيقا مبلغ المقرد أعطيتك إياه وأعطيتني إياه بعد شهرين حتى لو سلمنا وجود المنفعة فهي منفعة قليلة مغتفرة كما في مسألة السفتجة مسألة السفتجة اللي أجازها كثير من العلماء لأنا بعطيك في الأردن وأنت على أن تسدني إياها مثلا في فلسطين أو في سوريا أو في لبنان كثير من العلماء أجازوها مع وجود مثل هذه المنفعة لاتبارها منفعة يسيرة عادة وهي مغتفرة عادة لذلك أجازوها ونفعة فيها أقل من منفعة السفتجة لذلك لا بأسة ولا إشكالة فيها وإن الإشكالية إذا أنا أخذت بعملة أخرى يعني أعطيتك ألف دينار فراطة فكة بالأردني وكتبت لي شك بالدولار لآن صار عندي إشكالية أنه بطلت عملية قرض صارت عملية إيه؟ صارت عني صرف لأنه عملة مع عملة صرف بيع والبيع شرطه أن يكون إيه؟ أن يكون يداً بيد وبما أنك عطتني شيء مؤجر إذا ما فيه يد بيد فيكونوا أمراً ربوياً والله تعالى أعلم بارك الله فيك دكتورنا معنا اتصال من الخليل أخونا مصعب سلام عليكم أهلين أخونا مصعب أسأل الشيخ بخصوص نظام المرابحة عن طريق الدنوخ الإسلامية في أحد الشروط أنه تأمين على الحياة نعم هل تأمين على الحياة جائز لأنه هيك أحد الشروط يعني المرابحة الإسلامية نعم 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 صحيح في سؤال آآ وصلت في سؤال غيره ولا بس هذا السؤال نعم بس هذا السؤال وتحكينا عن نظام المرابحة أنا بعرف أنه حلال يعني نظام المرابحة الإسلامية شكراً لإتصالك واهتمامك أخونا مصعب بن الخليل وأنا بذكركم مستمعين الكرام مرة أخرى بأرقام الإذاعة للتواصل والاستفسار وطرح الأسئلة وتحديداً في موضوعنا اللي هو اليوم أحكام الصرافة 009-233-10-10 أو على جوال الرقم 0599-15-10-10 دكتورنا أخونا مصعب بن الخليل بسأل عن حكم في مجال المرابحة البنوك الإسلامية بتشترط موضوع التأمين على الحياة طبعاً هو أظن هذا الموضوع بيكون بأقصات رمزية يعني عادة لكن هم فعلاً بشترطوه في هاي المعاملات فبسأل عن حكم هذا التأمين تحديداً تأمين على الحياة ضمن صفقة المرابحة اللي بتتم في البنوك الإسلامية الجواب من جهتين الجهة الأولى أنا أتكلم عن مرابحة عبارة عن مية بيع مع شرط اللي هو شرط البيع مع التأمين والأمر الآخر اللي هو جواز التأمين نعم مسألة بيع وشرط هاي مسألة خلافية عند العلماء من العلماء من منعها ومنهم من أجازها وعلى تفصيل بين العلماء والقاعد العامة كل شرط جعلي لا يتعارض مع مقتضى العقد مع مقصد العقد مع المعنى الأصيل الذي لأجد أجل العقد وأثار العقد فهو جائز الشرع عني قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرام حلالاً فإذا كان الشرط ممنوع عندها نبطل الشرط يعني اليوم نسألوني أصحاب مصنع إخوة مشتركين إنه اشترطوا على بعض ممنوع أي واحد فيهم يشتغل مطلقاً غير في المصنع فإيجا واحد عمل زي ما بسموها بتعبيرها العام عمل شغلي خارجية لا تتعلق بأمر الشركة ربح منها فقالوا له هذا المربح للجميع فكان الجواب لا هذا مربحه إذا لم يقصر في عمل الشركة وكان في خارج أوقات الشركة فهذا حقه لذلك هذا الشرط اشترطوا عليه يخالف مقتضى العقد مقتضى العقد إنه يكون وقته وهمته وفكره في هذا الوقت لصالح الشركة فلو في وقت استراحته في غير أوقات العمل والدوام عمل شيء خاص لا يتعارض مع مصلحة العمل فهذا له لذلك إذا كان الشرط لا يتعارض مع مقتضى العقد الأصل فيه الإباحة والجواز نأتي إلى الشطر الآخر من السؤال وهو التأمين على الحياة إحنا عندنا نعين من التأمين أساسية تأمين تجاري وفيه تأمين تكافلي أو تأمين تعاوني ورح نتكلم عنه إن شاء الله في الحلقات القادمة رفتح الباب واسعا أمام التأمين حتى نشرح معنى التأمين التعاوني خلاصة التأمين التعاوني إنه أنا بدفع وإنت بتدفع وغيري بدفع في صندوق هذا صندوق بعوض المتضررين ومال هذا صندوق ملك الجميع وليس ملك الشركة شركة التأمين فإذا زاد مال يرجع إلى المساهمين باعتباره جزء من أنواع التعاون اللي كان يطبق بصورة أخرى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يطبق الأشعريين إذا رمضوا إذا كان عندهم عام ما كان في خير كانوا يأتون بأقواتهم فيجمعونها ويوزعونها فرح نجمع هذا المال ونوزع على المحتاج إذا أصيب بطامة أو مصيبة وهذه المصيبة أنواع كثيرة قد تكون تعلق بالسيارات والمصانع أو على الحياء أو غيرها ليست الإشكالية في ماذا نؤمن المشكلة كيف نؤمن آلية وطريقة التأمين والتأمين التعاوني التكافلي حلال شهر شهر وستتكلم عنه عن تكيفه بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة ولي بحث بالمناسبة يعني في ماليزيا بعنوان تكيف عقد التأمين التعاوني أي كيف يمكن أن نفهم عقد التأمين التعاوني وكيف يمكن أن نفرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري من حيث حقيقة العقدية الدقيقة لذلك هذا الشرط الذي تشترطه البنوك الإسلامية هو شرط جائز شرعاً لأن فيه مصلحة للطرفين مصلحة للإشتراه إذا توفي خلص أهله من بعده أحفاء أولاده قد يكونوا ضعافاً ذرية ضعافاً خافوا عليهم الآن هؤلاء الذرية الضعافة أو الزوجة الضعيفة إذا مات الإنسان التأمير سيدفع عنه ثمن المشترة سيارة أو بيت أو ما شابه ونفس الأمر نحقق مصلحة للمصرف أنه لو توفي هذا الشخص ونضطر الآن نذهب إلى الكفلاء فيش كفلاء ممكن نحجز على هذا العقار المشترة ونضطر نطلع أولاده الأيتام منه أو السيارة اللي بيستفيدوا منها ونبيعها بالمزاد العلني وبتخسر وأنا ممكن كبنك ممكن أخسر كمان فهي بتحقق مصلحة المصرف الإسلامي وتحقق مصلحة المؤمن عليه بطريقة لا تتعارض محكام الشريعة الإسلامية وتحقق مبدأ عظيم عندنا في الشريعة الإسلامية هو مبدأ التكافل الذي وجد كثير من التشريعات الإسلامية التي تحفظ هذا المبدأ منها أعظم مبدأ مالي في التاريخ الإنساني ألا وهو فكرة الزكاة ومصارف الزكاة في الشريعة الإسلامية اللي ممكن نعمل عليها حلقات كثيرة أيضا ونضح أحكامها لأنها في غاية الأهم نعم وإحنا إن شاء الله دكتورنا يمكن في اللقاء القادم رح نبدأ في موضوع التأمين رح نفتح المجال ونتحدث في موضوع التأمين وبعمق إن شاء الله وأكثر من ذلك وندخل بباقي التفاصيل طبعا أنا مرة أخرى بحيي كل من يتابعنا عبر فيديو المباشر لهذه الحلقة من برنامج فقه المال على صفحة إذاعة القرآن الكريم من نابلس على الفيسبوك وبدنا شوي نتبع معهم دكتورنا أخونا مؤيد جود الله هذا السؤال يمكن طرح أكثر من مرة أو تقريبا في كل حلقة كان يطرح بيقول يسعد مساكم شيخ عنان ما حدثنا عن التورق إحنا ظلينا نأجل هذا الموضوع فيا حب ذا دكتورنا لو هيك سريعا بإيجاز مع إنه هو إحنا اليوم مش رح نتحدث عن البنوك ومعاملاتها لكن جميل إنه نتحدث عن هذه العملية هذا الشيء التورق سريعا حتى تصل للرسالة وإن شاء الله لما نوصل للحديث عن البنوك الإسلامية مرة أخرى منفتحه بشكل أوسع وأشمل دكتورنا موضوع التورق نعطي حلقات عن التورق أكثر من حلقة ونعطي يعني أرى العلماء ومبدأه وأنواعه وطريقته يعني نعطي تفصيل كامل عن التورق لكن خلاصة التورق بيقوم على مبدأ اسمه التكيش هذا التكيش إما أن يكون زوجي أو يكون ثلاثي أو يكون رباعي كيف يعني أنا الآن مثلا بحاجة لمصاري حدثي راضي ديني رحت لمحل معين اشتريت مثلا تلفون جول هالجوال كم سعره على الأقصاد قل لي سعره ألفين شكل كتبت له دفتر هالشكات مثلا ألفين شكل ميتين شكل شهرية لعشر أشهر الآن أنا اطلعت بجوال وصرت مدينة بأي بألفين شكل اطلعت بره شفت واحد من أصحابي والله يا أبو فلان هاي الفاتورة شاري هالجوال بألفين بس أنا بحتاج مصاري شو رايك تشتريه مني تشتريه مني بألف وتمانمية الكاش بقول لك بشي منك تفضل هاي ألف وسبعمية الكاش هذا موضوع التورق خلاصة أو التورق الفردي ما يسمى بالتورق الفردي خلاصة الأمر هو الحصول على الورق الورق اللي هو النقود اللي هي واردة في سورة الكهف بورقكم هذه الورق هو النقود المصنوعة من الفضة المصنوعة من الفضة فالمراد أنه إنسان بده مصاري كيف بيحصل مصاري بيشتري سلعة بالدين وبيبيعها بأقل من سعرها بالكاش ممكن يبيعها بنفس سعرها بأغلى من سعرها هو شطارته طبعا لكن في الغالب المستعجل ماله المستعجل بيخسر في الغالب بس مش دائما فهو خسر وباعها لطرف ثالث إذا باعها لنفس الشخص بيكون عينة هذا حرام مش موضوع له إذا باعها لطرف ثالث واشتراها منه هذا يسمى تورق وهو جائز عند جمهور العلماء الآن هذا مفهوم التورق بالمعنى الفردي البسيط الآن البنوك يعني دخلت في الموضوع الآن عملت عملية تنظيم للمسألة كيف عملت عملية تنظيم للمسألة قالت يا عم ليش أنت تغلب حالك تروح تدور عمين يبيعك جوال بالتقسيط يمكن ما يرضوش يبيعوك جوال بالتقسيط ولو اشتريت وروح تتبيعه يمكن أبل ألفين تضطر تبيعه بكم بألف خسارة كبيرة اليوم شفنا أكبر مشاكلنا مع الناس اللي انكسروا ورد تكيش يعني بتستغرب مثلا حدثني شخص حدثني أنا قال لي يجي واحد اشتري مني باقر بمئة وخمسين ألف شكل واتصلوا فيي من كذا ذكر اسم المدينة بيحكولوا أهيوا عرضوا بخمسين ألف شكل من مئة وخمسين لخمسين للثلث فالبنك بيحكي تعال يا عمي بدل ما ما تجد واحد يمولك أو بدك تبيعه بمقصر كبير أنا بدي أجي أعمل لك العملية من خلال سلع نسبة الخسارة فيها ضئيلة جدا كيف العملية بتتم تعال يا عمي انت بتوعبني اني أنا أشتري لك شغلي زي المرابحة بيضبت مرابحة وأبيعك إياها مثلا بدي أشتري لك سلعة اسمها مثلا زيت النخيل من السوق الماليزي أشتري لك أنا زيت نخيل بقيمة ألف دينار مثلا ألف دينار الآن الألف دينار أنا بشتريهم بدفع ثمنهم ألف دينار ببيعك إياهم انت على أقصات لمدة عام مثلا بألف وميتين دينار أردني هايك اشتريت ألف وميتين دينار أردني الآن هذا المال انت عندك تستطيع شو تعمل اتبيعه بالبورصة والحلو انه بإمكانك اتبيعه مباشرة بالبورصة وبنفس السعر يعني بألف وميتين زي ما اشتريته بيعته بتصفي وين هاي مش ربح المصرف المصرف عادة لأنه اشتري وباع بيربح أربع بالمية خمسة بالمية فبكون نسبة خسارتك انت في موضوع التكيش أربع بالمية خمسة بالمية لكن لو جينا على التكيش اللي يطبق في السوق الفلسطيني أو الأردني مباشرة بنجد انه نسبة الخسارة بتكون عشرين وثلاثين بالمية للأسف فهذه العملية حقيقة بتنقذ كثير من الناس اللي بحاجة للمال بحاجة للكاش وما في طريقة أخرى الوصول للكاش ونعرف انه في حياتنا كثير ناس مش بحتاج لا سلعة ولا بضاعة ولا غيرها شو بده بده كاشماني بده مصاري فهذه الطريقة بتكون بتلبي حاجة السوق في بعض الأحيان والأصل أن تكون في بعض الأحيان وأن تكون مقتصرة على حالات معينة ومن عممها لأنه هي على المدى البعيد فيها خطر كبير حقيقة على الاقتصاد الإسلامي وخروجه من الاقتصاد الفعلي السوقي الحقيقي السلعي إلى نوع نوع الاقتصاد الأقرب ما بنتقولش عنه افتراضي لكن الأقرب ما يقول إلى الافتراضي أو الصوري كما سنبينه في وقته إن شاء الله واضح أن هذا الموضوع بحاجة إلى حلقات دكتورنا الحديث في موضوع التورق معنا اتصال من نابلس أخونا أبو جابر سلام عليكم وعليكم السلام حياك الله أخي تفضل الله أعطيكم العافية أنا والله بدي أسأل في صديق اللي اقترب مني المبلغ بالدينار نعم هسا يعني كان سعر الصرف تقريبا 4.9 وعدني يكلي أنا ممكن أرجع لك يا بالدينار أو ممكن بالشكل بحد أدنى على سعر يعني على السعر اللي كان متداول هو 4.9 نعم طيب لو ارتفع السعر وبدو يرجعني المبلغ على السعر العالي فيه فيه الموضوع يعني رباه يعني ناخد النصار خمسة وبدو يرجع لك بالشكل على خمسة مثلا بيصير فيه رباه في الموضوع طيب شكرا إليك ولاتصالك أخونا أبو جابر بن نابلس والآن تسمع فضيلة الدكتور أيمن وهو بجاوب على هذا السؤال دكتور نوا القاعدة العامة قاعدة عامة دائما في الديون السداد يكون إما بنفس جنس أو نوع العملة يعني أنا ديان بالدينار وبسيد بالدينار وإذا أردت سدادها بعملة أخرى لابد من موافقة الدائن على استبدال العملة بعملة أخرى الأمر الثاني أن تكون بنفس سعر يومها يوم القبض يوم التسليم يعني التسليم بعد شهرين التسليم في واحد اطناش كم سعر الدينار أمام اليورو ولا أمام أي عملة أخرى في واحد اطناش بدك تسدني فممكن في واحد اطناش يكون الدينار نازل فللأسف بده يعطيك مبلغ أقل أو الدينار طالع بده يعطيك مبلغ أكبر الأصل الواجب شرعا أنه بسعر يومه لكن لو فرضنا أنه في ذلك اليوم يجيت بدك منه الآن حكالك بده أسدك بالشكل بسعر يومه وصدك بالشكل بسعر يومه أعطاك بزيادة 200-200-300 هيك سعر يومه كان يعني أكتر من يوم أخذ كان الدينار بخمسة لمنه سدك كان الدينار بستة الألف صاروا ستة لاف أعطاك ستة لاف لو أنت أرد وأحبيت من عندك اترجع له الألف ما في أي مشكلة من باب الهبة وهذا لا مانع فيه نحن نمنعه موضوع الاشتراط ممنوع الاشتراط أنه من الآن باشترط عليك أنك تربط على 4.9 ما بنفع شرعا لا يجوز لأنه الأصل أن يكون بسعر يومه يدن بيد سواء بسواء فإذا اختلفت الأصناف يبيعوا كيف شئتم إذا كان يدن بيد شو يعني يدن بيد يعني يوم السداد يوم السداد ماذا بدي أعطيك أنا يوم السداد إلي عليك ألف دينار دك سدني بعملة أخرى بدك تعطيني إياها بقيمة اليوم لكن حتى نبتعد عن شو بهذا الربا الأصل أن تكون أي أن تكون بنفس سعري يومها بنفس سعري يومها والله تعالى يعني دكتور لو أخذهم لو أخذهم ما فيه مشكلة بالضبط ولو أحب المقترض أنه يعطيك زيادة حكيت لي مرة واحدة أنا ديانت من واحد من قائلها مبلغ أربع تلاف فأحاب أسده أربع تلاف وثلاث مئت بينفع ولا ما بينفع بينفع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اقترض ناقة فلما أنه يجي سدها ما وجد في الإبل اللي عنده إلا رباع رباع يعني بحجم هديك قدرها مرتين يعني ضعف حجمها يعني الألف صاروا ألفين فسدها فقال أنا أحق من وفى بدينه في فرق بين الزيادة المشترطة بالعقد كل زيادة مشترطة بالعقد فهي ربا أو زيادة منك أنت راح الشيخ عنان دياني ألف رحت أنا أسده الألف وحملت معي كيلو كنافي كيلو كنافي وآلفي عندي زيادة أو كرتونة عنب من الفليل مشترطة مشترطة علي كيلو كنافي بس أنا حبيت أود وهدية ماشي بين الناس فكيلو الكنافي مندوب شرعا العكس طيب أنك تبعت له النبي على السلام قال أنا أحق من وفى بدينه أو أوفى بدينه يعني هو أعطاه شو أعطاه كمان زيادة فهذا من باب تهادو تحابه لا بأسة ولا إشكال نعم الخلاصة حتى ما نضيع كاش الخلاصة بسعر يومه بده يسدك بعمل أخرى بسعر يومه إن شاء الله كان ضعف المبلغ أو مصف المبلغ نعم إن شاء الله نعم بارك الله فيك يا دكتورنا أيضا على الفيديو البث المباشر الأخ محمود الحسن بيقول السلام عليكم وعليكم السلام وحب الله تعالى وبركاته بيقول الشركات محتاجة سيولة بشكل مستمر ما حكم تسهيل الشيكات من البنوك طبعا يمكن السؤال يكون مش مكتمل لكن إذا فيه جواب يناسب هذا السؤال دكتورنا نعم هذه مسألة مشهورة تسمى مسألة اللي هي حسم الشيكات أو خصم الشيكات المراد بها بيع الشيك بيع الشيك أنا عندي شيك بعشر آلاف دينار هذا الشيك في واحد طلاش بس أنا بدي سويلي اليوم أنا بدي في خمسة عشر اليوم أنا بحاجة لإيه لمال بحاجة لمصاري شو بأعمل بروح للصريف أو للبنك بحكي له اتفضل هذا الشيك بكون كضمانة أبو العشراء باخد بداله ايه باخد بداله تسعة وتمانمية تسعة وتسبعمية فبكون فيه فرق تنتمية عن قيمة الشيك بيأخذها البنك وهذا من الربا وهذا ما أفتبهي مجمع الفقه الإسلامي وهذا ما ذكرت المعايير الإسلامية الأيوفي في هيئة المراجعة المحاسبة المؤسسات المالية الإسلامية في البحرين وغيرها من المجامع ومراكز الفتوى في العالم الإسلامي لأنه حسم الشيكات شو معناته فكل قرض جرى نفعا فهو ربا فأنا أخذ تسعة وسبعة ولأجل الأجل شهرين صاروا عشرة أنا أخذ تمانية صاروا تسعة لأجل الأجل فحسم الشيكات هي عبارة عن صورة من صور الاقتراض بربا وهي محرمة شرعا وذكرنا حقيقة طريقة شيخ عنان لإجازته لموضوع الوكالة بأجر ممكن أن تكون من خلال الوكالة بأجر أو من خلال الاقتراض العادي لكن الوكالة بأجر أعتقد أنها بتحل الإشكالية لأنه اليوم الناس للأسف بطلت الدائل لوجه الله فبدها تستفيد فممكن خلال الوكالة بأجر مع موضوع القرض الحكنا في حلقة السابقة نعم طب هو هذا الكلام دكتور ينطبق على أو بشبه فكرة الجاري المدين في البنوك التجارية أو فكرة التسهيلات التي تقدم أنه بعطوهم هامش من السيولة مقابل أنهم يودعوا شيكات هي ليس للبنك هي فقط مجرد ضمان البنك إنها تكون موجودة عنده شيكات زباينهم الناس اللي بتعاملوا معاهم وبأخذوا عليها فائدة معينة هي نفس هذه المعاملة ولا هذي شيء آخر دكتور لا هي شيء آخر هي ممكن تكون نفسها من جهة حسب البنك مو إسلامي ولا لا نحن ما نتحدث عن البنوك الإسلامية عن البنوك التجارية التانية البنوك التجارية نعم البنوك التجارية بتضع شكاتها وتأخذ الآن البنوك عادة ما تعطي تسهيلات لرجال الأعمال أو للشركات الكبرى بمعنى بتعطيها مش سحب أكثر من المبلغ الذي يملكه نعم بضمانات ضمانات قد تكون شكات في حسابه ضمانات قد تكون اتفاقيات بضمان عقارات أو أحيانا ملاءة المالية والسمع تغمور كثيرة تعددها وحدة المخاطر في كل بنك الآن هو بتعطيه يسحب من المال الذي له لكن ما يعرف أن التجار أحيانا شو بيسحبه بيسحب أحيانا مبلغ ألف وألفين ومئة ومئة ألف بعض التجار بيسحب جاري مدين أحيانا نصف مليون نصف مليون أي فوق حسابه بيعطوه عادة وقت معين إذا سداته ضمن وقت معين مثلا فترة 30 يوم 40 يوم إحنا ممكن ما نوخذ منك مثلا فوائد بعد ذلك بيبدأ يحسب وحسب الاتفاقية بين البنك وبين هذا الشخص وحسب قوانين كل دولة بتعرف قد تختلف من دولة لأخرى لكن هي تقوم على مبدأ الاقتراض الربوي الاقتراض الربوي الآن شو النقطة المهمة ممكن نوضع عليها إنه من النقاط اللي بيحكولوا إياها أنت بإمكانك تسحب أنا ما بأخذ منك ربا معك 30 يوم لكن إذا أنت تأخرت بعد 30 يوم بأبدأ أخذ عليك بأبدأ أخذ عليك ربا ماشي فأكثر العلماء على التحريف مش لأنه ربا لأن أنا من اقترط لقصد أني أسد أنا ما خدتش زيادة ولا كان فيه ربا لكن إشكاليا أنا وافقت أن أوقع على اتفاقية محرمة كيف اتفاقية محرمة أنا عملت عقد بينه وبينك إذا أنت ما سديت المبلغ بعد 30 يوم تدفع عليه مثلا على معدل مثلا 8% على أساس سنوي 8% هذا ربا طبعا أنا يا دكتور أو أنا يا شيخ مش حتأخر حدفع صح كلامك هذا مش ربا لكن وين مشكلتك مشكلتك أنه توقيعك على عقد فيه هذا الشرط أنه شرط الزيادة الربوية في حال التأخير وموافقتك عليها موافقتك على العقد الفاسد أمر محرم شرعا فتوقيعك على هذا العقد محرم فهيكون مثل هذه الحسابات واستحب من هذه الحسابات الجاري مدين في البنوكة الربوية محرمة مش محرمة لأنه هو أكل الربا لأنه بيحكي لك أنا يا شيخ أنا مر علي تجار بالملايين بيسحبه قل لك أنا بتأخرش من مرة أنا أبدا يعني باخد لو نص بليون قبل الأربعين يوم قبل الثلاثين يوم حسب المدين وبين البنك بسدهم صح الله يبارك فيك أنت ما أكل الربا بس أنت وقعت في حرام آخر مش ربا أنه أنت وافقت على شرط فاسد أو على عقد فاسد والموافق على عقد فاسد بحد ذاته أمر محرم فالأصل بالمسلمين إنهم يتقيلوا بأحكام الشريعة الإسلامية نعم بارك الله فيك دكتورنا بذكر السادة المستمعين بأرقام الإذاعة للتواصل 09-23-13-10 أو على جوال رقم 0-5-9-9-15-10-10 دكتورنا من الأسئلة اللي إلها علاقة بالصرافة من وضوع العملات القديمة اللي أصبحت من التراث ما حكم بيع وشراء العملات القديمة بمبلغ أعلى من قيمتها الحقيقية وعلى سبيل المثال الجنين الفلسطيني مثلا هذه العملات القديمة نوعا إما أن تكون ملغة يعني ما عاد لها قيمة قانونية بمعنى لو رفتنا أشتري فيها ما بيبيعوني والدولة غير ملزمة بسداد قيمتها عادة دول تعطي مدة معينة لاستبدالها فإذا تجاوزت هذه المدة تعتبر ملغة ولا قيمة لها قانونيا باعتبارها عملة لم تعد عملة وهذه يجوز بيعها كما شئت بيعها بأكبر بأقل بنفس العملة بعملة أخرى لأن الثمانية الثمانية أزيلت منها ولم تعد أثمانا بما أنها لم تعد أثمانا أصبحت ورقة تراثية ورقة تراثية هي زي الجنين الفلسطيني القديم الآن عبارة عن ورقة تراثية ما ليس له قيمة مادية حقيقية اليوم نتكلم فالآن هذه الورقة التراثية هذه الورقة التراثية تعتبر سلعة زي الجوال زي الساعة بإمكانك أن تبيعها كما شئت بأي ساعة أما نوع الآخر من العملات وهي العملات القديمة التي لها قيمة قانونية وهي نوعان إما عملات قديمة لها قيمة قانونية مباشرة رائعة بساعة عشر من السوق مباشرة فيها بحيث أنه لو البنك رفضها بترفع عليه قضية لو تاجر رفضها بإمكانه أنه ستعاقب الدولة وهذه تأخذ حكم النقود 100% وأحكام الصرف 100% والنوع الآخر هي تلك النقود اللي انتهت في التعامل في السوق لكن لم تنتهي في البنوك المركزية يعني مثلا في عنا بعض الفئات من الدينار الأردني قديمة جدا هذه الفئة لو رحت تشري فيها بالسوق ما حدا بيخدها مطلقا ما إلها قيمة في السوق لكن لو وديتها للبنك المركزي الأردني بيخدها وبيعطيك قيمتها كاملة طبعا ضمن مدة معينة تضعها البنوك المركزية هذه تبقى تأخذ حكم النقود لكن نجيز حقيقة نجيز أن يأخذ عليها شيء زائد عن قيمتها وهو الأجرة لأنه أنا بس بدي أروح أوصلها للبنك المركز عشان يصرفها في عندي جهد كبير بدي أقوم فيه فممكن هذا الجهد أنه يأخذ عليه عمولة لأجل صرفه لأنه ثمانيتها لم تتمحط مفهوم الثمانية فيها ناقص وليس تام لأنه ليست أثمان على وجه العموم وإنما هي ثمان في مكان معين البنك المركزي فأنا بقول هي أثمان بصرفها بنفس قيمتها مثلاً خمسين بخمسين لكن بحق لي أخذ إيه أخذ عليها عمولة عمولة أنا بحددها عشرة بالمئة من قيمتها خمسة بالمئة أكثر أقل أنا كما أشاء أضع لأجل محاولة صرفها من البنك المركزي فتكون الزيادة الزيادة هنا تكون من باب الأجرة وليست من باب الصرف قد يقول قائل ليش بنعملها مع العملات الأخرى الرائجة تلك شبهة الربا فيها واضحة لكن هذه كونها ملغاء وثمانيتها ناقصة فشبهة الربا فيها بعيدة وضعيفة فيكون ما أخذ من زيادة من زيادة تكون من باب الأجرة على الوكالة والله تعالى نعم نعم معنا اتصال من نابلس أخونا أبو الشريف سلام عليكم عليكم السلام شيخ مناني يعطيك العافية الله يعافيك يا هلا أخي شيخ هلان ده تتحملني شوية صغيرة تفضل سؤال شوية كد يعني صعبة شوية صغيرة بس لدك تتحمل نفيد منتحملك يا سيدي تفضل خد راحتك أنا معاي شك وبدأ أصرفه قيمت الشك عشر تلاف شكل هلأ الشكة أنا إذا بنت أصرفه بدي أتفع علي عمولة صحيح عمولة في البنك يعني عمولة تصرفه في البنك نلسه رائح في حدا نفسه أنت بتقصد شيك آجل يعني موعده هو لسه ما حضر ما إجه موعده نقول بعد سنة طيب تمام بدي أصرف الشكة أنا من صريف بدي أخذ علي عمولة نقول مثلا 5% 12-13 شكل بدي أخذ مثلا نعم نقول 500 شكل نعم نعم هلو كلام تمام طبعا حرام أكيد حرام هلأ بدي أروح أنا إيش أشرفي كنابيات في 10,000 شكل وبيدي أعمل كنابيات وروح أبيعهم بدي أبيعهم 5,000 شكل بدي أخثر أدي خمس تلاف شكل عمليا أنا بدل ما أخثر 500 خسرت 5,000 يا عالتورة لو كان هذا السؤال على أيام الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام بدي أرضى أنه أنا أخثر 5,000 شكل بدل 500 شكل طيب انتهى السؤال انتهى السؤال انتهى السؤال انتهى السؤال بتمنى ان الشيك يكون فيهم علي 100% لا لا فيهم ان شاء الله دكتور ايمن والان تستمع للاجابة من الدكتور ايمن بدارين دكتورنا اخونا شكرا لاتصالك اخونا ابو الشريف من نابلس بيقول معه شيك اجل بعشرة الاف شيك القيمته مثلا هو اذا بده يكيشه ويسيله عند صريف ممكن يخسر له 500 شيك لكن اذا ديروح لفكرة التورق اللي تحدثنا عنها قبل قليل انه يشتري سلعة ويبيعها قد يخسر النصف تقريبا فهو بيقول منطقيا يعني عم بتخيل نفسه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله هذا السؤال يعني هل يقبل له الخسارة الفادحة كما وصف اخونا ابو الشريف او انا يعني فسرت هيك كما قال بهذا الشكل انه يخسر عن طريق لانه الشكل الثاني حلال التورق الثاني حلال اما الشكل الاول حرام هل هذا منطقي ومقبول دكتورنا والله السؤال انا الصوت بروخه بيجي مش عارف ما سمعت منك ولا منه انا بعيد السؤال اخونا ابو الشريف من نابليس بيقول لو هو معاه شيك بعشرة الاف شيكل شيك اجل طبعا اذا بده يتوجه الاصريف ويحوله الى كاش الى نقود ممكن يخسر عليه خمسة بالمية مثلا خمسمائة شيكل اذا بده يروح لجانب اخر جانب التورق الحلال في الموضوع بانه يشتري سلعة ويبيعها بانقص قد يخسر النصف يخسر خمسة الاف شيكل فهو بيقول انه هل هذا الكلام ممكن يكون منطقي وحتى تطرق الى فكرة وذكر قال لو كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسؤل هذا السؤال هل يقبل له الخسارة الفادحة في نصف الشيك مثلا نصف الدين سؤال جميل حقيقة سؤال جميل حقيقة يعني هذا يعني انا بوجهه الذي يمنع التورق ومنع كامل يعني انا يعني من دعاة التوسط في التورق انا بعتقد انه مسألة التورق ستفتح افاق ومجال لفك كثير من ازمات الناس احنا مشكلتنا في التورق اذا منعناه تبقى ما قاله الاخ واقع بيجي بحكي لك بدل ما اروح ابيع الشكل بخسارة 300 باش تسلعه ابيعها بدي اخسر لي 2000 كلامه صحيح 100% طيب اذا احنا كمان فتحنا التورق على مصرعيه احنا عم نقتل فكرة الاقتصاد الاسلامي لذلك في هذه الحالات تتفضل فيها الاخ الكريم في بعض الحالات الفعلا احنا نرى انه بعض الناس هم بحاجة ماسة الى هذه النقود ممكن انا هذا الشيك خليه معك الشيك ممكن انه نعمل لك تورق وهذا التورق بتخسر مش 300 شيكل زي ما بوقت اصطريت ممكن 200 شيكل كمان اقل مثلا فبنشلي لك سلعة ونعطيك اياه وانت بتبيعها كمان مش اللي احنا منبيها عنك انت بتبيع السلعة وبتاخد ثمنها مباشرة وهيك بكون خسارتك محدودة لذلك فكرة التورق موجودة حتى ننقذ كثير من الناس من براثن التكيش الجائر اللي ممكن يخسر الناس مبالغ هائلة ومبالغ ضخمة او بتطريروه احيانا لقروض ايها فوائد بمارجن عالي جدا لذلك مسألة التورق هي الملاذ اللي باعتبره ده سميه ملاذ آمن الملاذ الآمن لإخراج الناس اللي بحاجة ماسة حط خطين تحت بحاجة ماسة بحاجة ماسة لا كاش انه بإمكانهم يطلعوا من هذه الازمة مش بالحرام من خلال بيع الشكات ولا من خلال ما يحدث في عرفنا اليوم بروح الان بشتري بالشك بضاعة وبيخسر مبلغ كبير هذا ما حدا برضاه أنا مع الأخ ووافق قلبا وقالبا شو الحل؟ الحل من خلال التورق اللي أنا حكيت عنه قبل شوي ونحن نتكلم عنه إن شاء الله في حلقات قادمة هو المخرج المثالي لمثل هذه المشاكل بل مخرج للدولة أثبت الرواتب اليوم هل تعلم أنه جزء من أثبت رواتب الموظفين اليوم جزء كبير منها مش قليل انحلت عن طريق التورق مثلا عن طريق التورق مش من خلال يعني جزء منها قروض ربوية جزء منها من خلال شراء سقوك إسلامية مثلا أنت بتتكلم أنه حتى الدولة الآن تتوجه نحو المتجات المالية الإسلامية لأن تخرج من أزمتها المالية لأنه يبدأ تعطي الموظف مش رز السكر يبدأ تعطي كاشمان يبدو فلوس لذلك اتجهت للتورق وفعلا يعني من خلال سلطة الناقض ومن خلال الهيئة العليا لأجازة التورق فالدولة سارت مع بعض البنوك الإسلامية من خلال تمويل الدولة بمنتج التورق لأجل الحصول على نقود وسداد حاجتها من رواتب الموظفين نعم بارك الله فيك دكتور إن شاء الله تكون الرسالة وصلت لأخونا أبو الشريف وواقع السادة المستمعين آخر اتصال في هذا اللقاء وآخر محور أو آخر مداخل يعني أخونا أبو يعقوب من نابل السلام عليكم يا ذاكي العافية يا خوز الله يعافيك يا رب تضل أريد أن أغلبك عندي سؤالين السؤال الأول بس مع التعامل مع البنوك الإسلامي المفروض أنه في مقصد وأنه حلال هذا البنك الإسلامي المفروض أنه ما بيعطيك كاشمان بيعطيك سلعة وتبسط لك إياها وإشي زي هكي التقسيد طرحها المفروض أنه في التعامل نعمل زي ما سمعنا الشيخ أنه يكون مش مشروط بس هو بيش طريط عليك النسبة يعني السلعة اللي بيعطيك إياها ما بفاوضة فيه يعني أنت ما تقدر تفاوضوا عليها وأنه أنت مجبر أنه أنت تقبل بالنسبة هذا السؤال الأول السؤال الثاني القيم الشرائية للعملة يعني بعد فترة من الزمن تختلف عن القيمتها هلأ يعني إذا خدت منك أنا ألف دي نظر رجع لك إياهم بعد عشر سنين المفروض أنه تختلف يعني التقيم الشرائية لإلها إيش الحكوم في هذه القصة بخصوص إيش طبعا لأنه إحنا طرحنا هذه المسألة في قضية سداد الديون أنت بنفس المجال تتحدث عن سداد ديون نعم 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 إحنا تحدثنا في هذا الموضوع لكن لا بأس إن شاء الله في عجالة دكتورنا بيعيد الجواب مختصر لأنه معنا في ثلاث دقائق تقريبا أشكرك أخونا أبي عقوب من نابلس على الاتصال دكتور أيمن سؤال أخونا أبي عقوب بخصوص البنوك الإسلامية فكرة التفاوض اللي هي الفصيلة والمفاصلة يقصد في البنوك الإسلامية نعم الجواب من جهتين الجهة الأولى إنه من حكالك فيش فصيلة لا فيه فصيلة بتجد بعض الناس بتأخذ بنسبة ستة ناس بخمسة ناس أربعة ناس ثلاثة ونص يعني أنت وش طارتك أنت وش طارتك مع البن بحسب ملائتها المالية بحسب المبلغ يعني مقدار التمويل قيمة التمويل الضمانات الموجودة أمور كثيرة بتلعب دور حقيقة في موضوع السعر فدائما فيه بيسموه أذرج معين من إلى فموضوع التفاوض موجود حقيقة حتى في البنوك الإسلامية لكن دائما بتعرف من الذي يتفاوض نكون إحنا واقعيين الذي يتفاوض القوي فمثلا لو أنا بدي أجي أشري منك رجحت لتاجر طلبت بيعني كيلو وبطاطا لو صرت أفاصله بالسعر بحكي له أروح مديش أفاصلك بس أنا بدي عشرة طن بطاطا ساعتها أنا ممكن أفرض سعري ممكن أفاصل مثلا في الموضوع لأنه بيحسبها عشرة طن بطاطا لو ربحت عشر مربح الكيلو أنا ربحان ربحان لأن أنا باخد باخد عشر آلاف السلعة اللي طلبها الأولى هذا واحد رقم اثنين ما المانع إنه أنا ما بدي أتفاوض هل لو رحنا على بتعرف في بعض المحلات خاصة المحلات اللي بتكون بتبيع مركات سلع عالمية مركات عالمية بتضع عندها سعر ثابت بتقول لك أنا والله سعر هاي القطعة 300 300 دولار أنا نسبة ربحان نية بالمية ما إلك فيه بدك تفاصل بحكي أنا ما بفاصل عاجبك خد مش عاجبك اشتي من غيري أنا مش محتكر السوق مالها ملياني يدور على غيري ويشتي من غيري فلو أن إنسان وضع له هامش ربح محدد وثبت أسعاره لا يوجد من يحرم ذلك نهيك أنه نسبة الأرباح المذاهب الأرباح الحنفية والحنابلة والشافعية لم يحددوا نسبة معينة المالكية حددوا أنه ألا تزيد عن الثلث ولا يوجد حقيقة بنك الإسلامي بيأخذ الثلث أصالة يعني بيأخذوا دائما أقل من الثلث الشغلة ثالثة مهمة جدا أنه الشركات الكبرى اللي خاصة لعندها منتجات كثيرة عادة ما تضبط عملية الرباح عندها فبتقول والله بنا نحط نسبة رباح على منتجاتنا مثلا 5% أبو الدينار بحط خمسة أبو الميت دينار بحط 5% الدينار بطلع نص الميت دينار خمسة الألف دينار خمسين العشر تلاف خمسمية فهي أحيانا قد تضع نسب معينة من باب ضبط موظفيها أنت تتكلم عن البنوك الإسلامية أعداد الموظفين بالمئات نعم من باب ضبط الأرباح عملية الأرباح يمكن أن نضع هامش ربح محدد كما تفعل اليوم شركات كبرى زي الاتصالات زي شركات الأدوية زي شركات صناعية معينة مصانع كبرى تضع هامش ربح نسبة ربح معينة بتعممها على كل سلاعها بتعتبرها أنه هذه النسبة اللي ممكن تستفيد منها ومرجعية سهلة في حساب التكرف وفي حساب سعر المبيع ولا مانع اتفاق الحقيقة من تحديد هامش ربح محدد في عملية البيع فأصبح عندي لا إشكال مطلقا حقيقة في هذه العملية لتفضل فينا أخونا الكريم نعم وبالنسبة لقضية القيمة الشرائية للعملة إحنا مرتين تطرقنا للموضوع خلال هذا اللقاء وأعتقد أنه وصلت الرسالة وإذا في عجالة دكتورنا بهمش مرة أخرى موضوع السداد الديون بعملات أخرى والقيمة الشرائية القاعدة العامة إذا بدي أسد واحد الدين اللي أخدته منه الأصل أنه أسده بنفس العملة أخد دينار بسد دينار يورو يورو إريال إريال إذا أخدت السداد بعملة أخرى يجوز بشرطين الشرط الأول موافقة الدائم لنحقه بالعملة الأولى وليس بالبدل الأمر الثاني إنه يكون بسعر يوم السداد مثلا أنا بدي أعطي ألف دينار بدي أسده إياهم مثلا دولار الآن كم مليون بالدولار مثلا بساوي ألف واربعمية دولار فنقول إذا أديك إياهم بالدولار فأجيب له ألف واربعمية بسعر يومه هذا هو الشرط الثاني حتى يتحقق الجواز إلا ما كان هبة بين الأطراف ومسامحة من غير شرط فهذا أمر آخر تكلمنا عنه في طي في طي حلقة اليوم نعم بارك الله فيك دكتورنا العزيز على هذا الكلام وعلى هذا الطرح دكتور أيمن البدارين من الخليل رئيس قسم الفقه والتشريع في جامعة الخليل وعضو هيئة تدريس برنامج دكتوراه الفقه وأصولها المشارك وأيضا عضو التنفيذي لهئة الرقابة الشرعية في مصرف الصفاء الإسلامي بارك الله فيك دكتورنا على الدوام في هذا البرنامج بارك الله فيك إن شاء الله يحفظك يا ربي وبارك فيك الله يكرمك كمان أشكر لكم مستمعين الكرام حسن الاهتمام والاستماع والمتابعة ونتمنى لكم يوم وليلة سعيدة وهاني إن شاء الله على أمل اللقاء بكم يوم الثلاثاء القادم وأنتم في أحسن حال إن شاء الله هذه تهيات أسرة إذاعة القرآن الكريم من نابلس وتهيات زميلنا علام عدوي في الندسة الإذاعية والصوتية ومني محدثكم عنان الشامي فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد من يسعى ليجمع المال وينسى آخرة فيها الحر طال فالمرء في ظل الصدقات ما مال الفضة والذهب في الميزان زال إلا من أنفقها يمينا وشمال مسكين من يجعل سيده ذا المال كنا وإياكم أيها الأحبة مستمعين الكرام مع برنامج المعاملات النقدية فقه المال لنعلم أكثر هذا البرنامج يأتيكم عصر كل ثلاثاء عند الساعة الخامسة على الهواء مباشرة ثم يعاد مسجلا عند الساعة الحادية عشر ليلة يوم الخميس بحول الله تعالى قصير عمرك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر